عزيزة طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس الاول من الوحدة الثانية في مادة التربية الدينية والدرس بعنوان بطولة وفداء. آآ في بداية الدرس بيقول لي استعدت الاسرة لقضاء عدة ايام من اجازة نصف العام في سيناء. الاسرة جهزت نفسها علشان تروح تقضي آآ كام يوم كده في سيناء وكان الكلام ده في اجازة نص السنة. آآ كلهم ركبوا السيارة وفي اسناء طرقهم الى سيناء آآ عدوا من تحت نفق طويل كان اسمه نفق الشهيد احمد حمدي. والنفق ده نفق طويل بيمتد من غرب قناة السويس الى شرق قناة السويس تحت سطح الماء. تحت سطح الماء. يبقى نفق الشهيد احمد حمدي هو نفق ممتد من غرب قناة السويس الى شرق قناة السويس تحت سطح الماء. من غرب قناة السويس الى شرق قناة السويس تحت سطح الماء. آآ طيب يا ترى من هو الشهيد احمد حمدي ده اللي حنتكلم عنه في درسنا النهاردة النفق ده بيطلق عليه اسم شهيد وبطل من أقطار حرب أكتوبر هو الشهيد أحمد حمدي وهو بطل وشهيد عزيز قاتل الأعداء في حرب السادس من أكتوبر واستشهده في سبيل الله وفي سبيل وطنه الراجل ده يا ولاد كان قائد سلاح المهندسين كان قائد سلاح المهندسين وكان بيشرف بنفسه على إعداد المعابر المعابر طبعا تعرفين جمع معبر المعبر اللي هم بيعبروا عليه اللي عبروا عليه قناة السويس فالراجل ده كان هو بيشرف بنفسه على تجهيز وعمل المعابر اللي عبرت عليها قوتنا المسلحة في أثناء حرب السادس من أكتوبر اللي عبروا بقى قناة السويس وفجأوا الأعداء وفجأوا العالم كله بروعة وجمال تخططهم وسرعة التنفيذ اللي ما كانش العالم كله يعني متوقع أن ممكن المصريين يعملوا حاجة زي كده ده بالنسبة للشهيد والبطل أحمد حمدي الأب هو بيحكي لأولاده هذه القصة أشار في أثناء الطريق طبعا إلى الناحية الأخرى أو الجانب الآخر وقال لهم وهذه تحصينات خط برليف وخط برليف طبعا كلكم تعرفون أنه الخط المنيع الذي أقامه اليهود أو أقامه الإسرائيليون في مواجهة المصريين في حرب السادس من أكتوبر حتى لا يستطيعوا عبور قناة السويس ورغم من كده فإن الله سبحانه وتعالى نصرنا على اليهود نصرنا على اليهود يهود إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر زي بالضبط ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود زمان أيام الرسول في المدينة وضمر تحصنتهم وعلى رؤسهم يعني ضمر تحصنتهم وهدع على رؤسهم فقال محمود وكيف كان ذلك يا والدي يعني ده حصل إزاي خلي بالكم معي أنه في الدرس ده بيعمل مقارنة ما بين موقف حصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف حصل في أيامنا وفي العصر الحاضر وبالتحدث في حرب السادس من أكتوبر أيام مكانه اليهود أو الإسرائيليين محتلين سينا فبيقول لي لو إحنا قررنا حنلاقي إن في شبه كتير قوي من موقف اليهود أيام الرسول وموقفهم معانا إحنا كمصريين في حرب السادس من أكتوبر فالأب هنا بيقول كان ذلك في المدينة إحنا حنحكي بقدر وقت الموقف اللي عمله اليهود مع الرسول في المدينة ده على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فبيقول لي كان ذلك في المدينة اللي هي المدينة المنورة طبعا اللي هاجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة زي ما بينهون حينما حاولت طائفة من يهود بني النظير كان فيه يهود اسمهم يهود بني النظير والناس دول كانوا عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المسلمين عايشين معهم وهم عايشين مع المسلمين عادوا خالص وكان فيه بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد أنه مفيش حد منهم يعتدي على الآخر أو محدش منهم يحارب التالي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم في منازلهم يعني حاولوا قتله حاولوا ايه حاولوا ان هما يقتلوا بالرغم ان في بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة ان ما فيش حد فهم يعتدي على التاني لكن هما دول ايه الناس خينين اليهود من طبعهم الخيانة دول الناس ما بيفوش بالعهود دول من طبعهم الخيانة فالرسول بالرغم ان هو عامل معهم معاهدات وعمل معهم مواصيق ان محدش يعتدي على الاخر ولا المسلمين يعتدي عليهم ولا هما يعتدي على المسلمين بالرغم ان كده هما اللي بدأوا بالاعتداء وهم اللي بدأوا بالخيانة فبالرغم أن الرسول كان عايش معاهم ومجورهم في منازلهم اللي هما يهود بين النظير إلا أنهم نقضوا العهد اللي كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي بقى لما حاولوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم حاولوا أن يقتلوا الرسول وأعدوا خطة لقتل الرسول فأخبره الله سبحانه وتعالى بهذا الغدر وأخبره الله طبعا عن طريق الوحي بغدرهم وأمره الله أن يقاتلهم حتى ربنا أمر الرسول أنه هو يقاتلهم وبذلك حصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أيام يبقى إيه حصرهم الرسول قد إيه لأنه بيسأل عنا حصرهم عدة أيام فتحصنوا في حصونهم يعني هربوا في بيوتهم وفي الأماكن القوية اللي هما كانوا بنينها عشان يختبئوا فيها أو يتحصنوا فيه لكن الرسول حصرهم عدة أيام وربنا ساعدوا كمان لأن ربنا ألقى في قلوبهم الرعب والخوف ألقى الله في قلوبهم الرعب والخوف قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب والخوف اللي هما يهود بني النظير فهم بنفسهم اللي جم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هما يخرجوا من المدينة يعني هما في النهاية استسلموا بعد ما حصرهم الرسول عدة أيام وكانوا متحصنين ومحتمين في بيوتهم بعد عدة أيام ألقى الله الرعب في قلوبهم يعني بدأوا يخافهم فخرجوا وطلبوا من الرسول أن هما يستسلموا وأن هما يخرجوا من المدينة فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة بس تشترط عليهم شرط أن هما ما يخدوش أي حاجة معاهم وهم خرجين إلا أمتعتهم من أمتعتهم إلا بمقدار ما تحملوا الإبل يعني ما يخدوش من حاجاتهم ومن أمتعتهم ومن الحاجات اللي بيملكوها ما يخدوش أي شيء إلا المقدار اللي بتحملوا الإبل فقط يعني شوف الجمل ممكن يحمل قد إيه وهو ده اللي هيخدوه فقط لغير مش هيخدو أي حاجة وأنه هما يتركوا السلاح ده برضو شرط مش هيخدو سلاحهم معاهم فكان الرجل منهم هما طبعا وفقوا على الشرط ده فكان كل واحد منهم كل واحد منهم ساكن في بيت فكان قبل ما بيطلع من بيته لأنه عارف أنه هيطلع طبعا ويسيبه للمسلمين أنهم هينتفعوا به لا علشان المسلمين ما ينتفعوش به كان كل واحد قبل ما يطلع من بيته كان بيهدم كل جزء في بيته بقدر المستطوع اللي يقدر يهده من البيت كان بيهده اللي يقدر يخربه كان بيخربه علشان المسلمين ما ينتفعوش به وده بالضبط ما فعله اليهود عند خروجهم من سيناء اليهود لما جم يخرجوا من سيناء وكانوا حقالهم فيها أبنية وكان لهم أماكن عايشين فيها وأماكن مجهزة وجميلة لكن لما جم يطلعوا من سيناء بعد الجناء خربوا القرية اللي هم كانوا عايشين فيها والمكان اللي كانوا عايشين فيه ده تمام زي ما فعل اليهود على أهد الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما انتوا شايفين يا ولاد اليهود صفاتهم واحدة الغدر والخيانة وتخريب بيوتهم بأيديهم صفاتهم واحدة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا زي ما فعل اليهود على أيام الرسول اليهود بن النظير فعل يهود إسرائيل في سيناء في أيام حرب أكتوبر والقرآن الكريم بيصور هذا الموقف بقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين صدق الله العظيم دي صورة الحشر اللي حكيت لنا الموقف كامل ودي الصورة اللي أنا خدها في الدرس اللي بعدها ده على طول وهنا طبعا هودة بتسأل والدها وبتقول ماذا كانت هذه الواقعة يعني كانت إمتى وقعت بن النظير دي كانت إمتى فالوالد أجبه قال ليه ده كان في شهر ربيع الأول ولهن شهر ربيع الأول ده هو شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بس سنة أربع للهجرة سنة أربعة هجرية وقعت بن النظير وقعت بن النظير كانت في شهر ربيع الأول سنة أربعة هجرية ربيع الأول أربعة هجرية وهنا سأل محمود وماذا نتعلم منها يعني وقعت برن النظير دي أو هذه الحادثة بنتعلم منها إيه فقاله والده نتعلم منها أن اليهود ما لهمش عهد لا عهد لهم لأنهم خانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك فانتقم الله منهم وهم هكذا على الدوام دائما يتصفون بالغدر والخيانة وهنا قالت هدى ليتنا ندرس سورة الحشر أن نتعلم من هذه الدروس العظيمة لأن سورة الحشر هي التي تحدثت عن موقف اليهود وعن تخربهم لبيوتهم وعن نقضيهم للعهود وإحنا بالفعل هنتكلم على جزء من هذه الصورة لكن في البداية الأول هنحل تدريبات الدرس اللي معنا ده بيقول لي هنا من الشهيد أحمد حمدي ده أول سؤال من الشهيد أحمد حمدي هنقول لي شهيد أحمد حمدي هو أحد أبطال حرب أكتوبر أحد أبطال حرب أكتوبر وقد استشهد في سبيل الله وفي سبيل الوطن أحد أبطال حرب أكتوبر استشهد في سبيل الله والوطن وكان قائد سلاح المهندسين وكان قائد سلاح المهندسين أنا طبعا مختصر لك الإجابة اللي عايز يزود طبعا أنه هو كان بيشرف على المعابر اللي أعدوها لعبور قناة السويس اللي عايز يزود بقى ممكن يزودها من الدرس بس أنا مختصر لك الإجابة أنه أحد أبطال حرب أكتوبر استشهد في سبيل الله والوطن وكان قائد سلاح المهندسين السؤال الثاني بيقول ماذا نتعلم من قصة إجلاء بني النظير؟ ماذا نتعلم من قصة إجلاء بني النظير؟ بنتعلم واحد عدم نقض العهد مع الآخرين عدم نقض العهد مع الآخرين اتنين أن اليهود لا عهد لهم فقد خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم فانتقم الله منهم أن اليهود لا عهد لهم فقد خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم فانتقم الله منهم السؤال بعد كده بيقول لي ما رأيك في معاملة الرسول لليهود؟ أنه هو يخرجهم من بيوتهم وأنه هو يطردهم خارج المدينة وأنه طبعا يطلعهم لا يحملون إلا ما تحمله الإبل فقط من الأمتعة وتركونا سلاحهم هل هذه معاملة كانوا يستحقوها نعم طبعا هم يستحقون هذه المعاملة بل هم يستحقوا القتل لأنهم كانوا يجهزون ويعدون لقتل الرسول فقد خفف الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأنه خرقوا من المدينة يبقى كده خفف عنهم هم كانوا يستحقوا القتل فهنقول رأيي في المعاملة دي هم يستحقون هذه المعاملة بل يستحقون القتل لأنهم نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمروا على قتله هم يستحقون هذه المعاملة بل يستحقون القتل لأنهم نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمروا على قتله سؤال الرابع بيقول له تخير الإجابة الصحة ألف حصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بنى النظير قد إيه بقى؟ أحنا قلنا طبعا عدة أيام عدة أيام من صفات اليهود إيه؟ الغدر ده أكيد طبعا مش من صفاتهم ولا الصدق ولا الأخلاص من صفات اليهود الغدر جيم ألقى الله في قلوب اليهود إيه؟ ألقى في قلوبهم الرعب ألقى في قلوبهم الرعب سؤال بعد كده بيقول لي أكمل ما يأتي ألف نصرانا الرعا اليهود في سيناء كما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فين؟ في المدينة المنورة به أخذ يهود بني النظير كل أمتعتهم عند الجلاء عن بيوتهم سؤال السادس من طبعة اليهود تخرب بيوتهم وهدمها قبل مغادرتهم اكتب الآية الكريمة التي تدل على ذلك الآية اللي بتقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقولي الأبصار يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقولي الأبصار يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقولي الأبصار الآية تانية لازم نبحافظنا كويس يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقولي الأبصال سؤال السابع بيقول لي هناك طائفتان أخريان كانت بالمدينة غير بني النظير فمن هما وهل تكرر منهما الغدر بالمسلمين استعم بمكتبة المدرسة هم بني قينقاع وبني قريزة بني قينقاع وبني قريزة وهم بالفعل غدروا وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم غدروا وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بعد كده الدرس الثاني اللي هو الله ينسوا المؤمنين هو طبعا الدرس ده جاب لي فيه سورة الحشر لكن احنا ناخد فيه جزئية الأولى هي جزئية مهمة ولا علاقة بدرسنا الأول اللي هو بطولة وفده بقولي الأسرة برضو هي طبعا في زيارتها لسيناء وزورة قرية كانت تسمى قرية يميت احنا قلنا طبعا ان احنا هنا بنعمل مقارنة بين غدر اليهود فعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هما يهود بن النظير وبين طبعا بن النظير وهدمهم لبيوتهم عشان ما ينتفعش فيها المسلمين وبنقرنهم بموقف اليهود في أثناء خروجهم من سيناء بعد انتصار المصريين عليهم في حرب أكتوبر سنة 73 زي ما بن النظير على عهد الرسول خربوا بيوتهم كذلك يهود اسرائيل خربوا القرية اللي كانوا بنوها وعايشين فيها في سيناء وكانوا تسمى قرية يميت نفس الموقف ونفس اليهود بنفس الصفات من عهد الرسول إلى أيامنا هذه فبيقول لزارة الأسرة قرية يميت وهي قرية موجودة على الحدود المصرية في سيناء هي قرية يميت موجودة فين؟ على الحدود المصرية في سيناء آآ كلهم طبعا شافوا القرية وهي مدمرة كلهم شافوا القرية وهي مدمرة ولم يبقى فيها بيت قائم يعني ما فيش بيت فيها على بعضه مبني كل البيوت فيها متهددة ومتدمرة فمحمود هنا سأل وقال لماذا ضمر الأعداء القرية قبل تركها؟ ليه ضمروها وهدموها قبل ما يسبوها؟ فالأب قال إن الفعل ده بيفعلوا اليهود في كل مكان بيتركوه أي مكان يبعيشين فيه وعارفين إن هم هيتطلعوا منه بيعملوا فيه نفس الحركة دي علشان ما حدش ينتفع بيها حتى لا يستفيد آآ بها أحد تماما كما فعلوا في بيتهم التي تركها زي بنوا النظير ما عملوا في المدينة كذلك عمل يهود آآ يهود إسرائيل في قرية يميت ديمقارن عشان يقولك إن اليهود طبعهم الغدر والخيانة من على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال محمود وهل سنترك هذه الأماكن هكذا يعني إحنا نسيب الأماكن دي آآ في بلدنا الجميلة أو في سيناء الجميلة نسيب الأماكن دي مهددة وسيئة المنظر هكذا فقال الأب لا يا ولدي الحكومة قررت طبعا إن هي تبني مكان قرية يميت اللي هدمها اليهود قرروا إن هم يبنوا قرية جميلة ويسموها قرية الفيروز آآ في مقابل هذه القرية وعشان تكون رمز لتعمير كل شبر في سيناء يبقى ليه قررت الحكومة إن هي تبني آآ قرية قال الفيروز نقول عن شان تكون رمز لتعمير كل شبر في سيناء لتكون رمزا لتعمير كل شبر في سيناء لتكون رمز لتعمير كل شبر في سيناء بعد كده الجميع ركبوا السيارة وفي أثناء ركوبهم طبعا كان الأب معاشه شريط كاسيت لصورة الحشر وكلهم استمعوا إلى هذه الصورة الجميلة التي تحكي دانا قصة هؤلاء اليهود الغادرين تعالوا نشوف حال التدريبات الجزئية دي بيقول في السؤال الأول خرب اليهود قرية ياميت قبل الخروج منها وضح ذلك مستشيدا ومدللا من القرآن الكريم طبعا هم قاموا بهادم البيوت في القرية قبل أن يخرجوا منها فلم يعد فيها بيتا قائما زي ما قوله ما قاتش فيها بيت سليم الدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى في الآية القرآنية يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم و أيد المؤمنين فاعتبروا يقول الأبصر السؤال التاني بيقول لماذا ضمر اليهود قرية ياميت وبماذا تشبههم يعني أنتم حابب تشبه اليهود اللي هما يهود إسرائيل في العصر الحديث اللي هما في حرب 73 ليه دمروا قرية يميت وإحنا لحبنا نشبههم نشبههم بمين هنقول هما دمروه حتى لا يستفيد بها أصحابها اللي هما إحنا طبعا المصريين وأهل السنة بالتحديد حتى لا يستفيد بها أصحابها ونشبههم ببنى النظير على أيام الرسول الذين خربوا بيوتهم بالمدينة المنورة قبل تركها هما بالضبط بيشبهوا يهود بنى النظير اللي khربوا بيوتهم في المدينة المنورة قبل ما يسوبوه طب السؤال الثالث بيقول لي لماذا قررت الحكومة المصرية بناء قرية الفيروس ليه قررت الحكومة أن هي تبني قرية الفيروس هنقول علشان تكون رمز لتعمير كل شبر في سينها لتكون رمزا لتعمير كل شبر في سينها السؤال بعد كده بيقول لي doubt علامة صح أو علامة خطأ وصوب الخطأ حارب الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود ليأخذ أموالهم خطأ طبعا هو ما كانش هايز ياخد منهم أموال ده هو حاربهم لغدرهم وخيانتهم ونقضيهم العهد معهم يبقى غلط هنقول حارب الرسول اليهود ليأخذ أموالهم خطأ وإنما حاربهم لغدرهم ونقضيهم على العهود مع رسول وتآمرهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنافقون أشد عدونا القفار صح طبعا لأن المنافق الكافر أنت بيظهر لك العداوة أما المنافق فهو بيظهر لك المحبة وبيخفي العداوة جيم طرق اليهود منازلهم كما هي عند جلائهم خطأ طبعا دقاموا بهدم منازلهم بأيديهم حتى لا يستفيد بها أحد تمام كده بعد كده بيقول لي اكتب بعض الدروس التي يمكن أن تستنتجها من صورة الحشر إحنا طبعا هنلاقي الدروس المستفادة من صورة الحشر كثيرة فهنقول مثلا أن كل شيء في الوجود يسبح لله سبحانه وتعالى أن الله ينصر رسله والذين آمنوا وينصر المؤمنين وبينجيهم من غدر الأعداء أن اليهود دول أهل غدر وخيانة أن المنافقين أعوان لليهود وللمشركين وحاجات تانية كثيرة ممكن أن نستنتجها من صورة الحشر السؤال السادس بيقول لي هات مما حفظت من صورة الحشر ما يدل على المعاني الاتيب مديني معاني وأنا هكتبها بقى آيات كرآني ألف ظن اليهود أن حصونهم قوية هنقول قوله تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من عادات اليهود نقض العهد وذلك يتضف قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشقل لها فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم ده كان شرح درسنا وحل تدريباته وأتمنى إن شاء الله أن أنتم تكونوا فهمتوا الدرس ولو حد عنده أي سؤال ياريت يكتبوا لي في التعليقات وياريت ما ننساش الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك واتفعل زر الجرس حتى يصلها كل جديد من شرحات الدروس سواء في اللغة العربية أو في التربية الدينية ومن نساش لايك للفيديو واشوفكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته